أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برناملكم أسر الحياة قبل طبعاً ما أدخل في الموضوع أصبح الأستاذ إياه وإن شاء الله في حلقات تانية قادمة هتكون معنا بإذن الله موضوع حلقتنا النهاردة هتكلم عن شركات التشتيب والدقور مش أهم مش كل شركة ممكن نطلق عليها اسم تشتيبات والدقور لا طبعاً في شركات بتراعي جداً في الخامية والماتيريا والموضوع ده دخل فيه غشي كبير ما بقاش فيه مصداقية لكن إحنا النهاردة مع شركة أمي جروب للمأولات والتوردات العمومية هنتكلم في التشتيبات والدقور بأكل التقاليث معنا ومعاكم النهاردة أستاذ محمد خد مدير عام الشركة وأستاذ محمد حسن المدير التنفيذي أهلاً وسهلاً بحضراتكم يا فنو أهلاً بك نورتونا في أسر الحياة في بداية حلقة تتعرف بحضرتك أكتر معك يا محمد خدر أنا خريج حوة عن شمس 99 حوة؟ ولكن بعد تخرجي بفترة حسيت أن أنا مش لقى نفسي في المجال دوت فدخلتي في المجال التشتيبات من أجل الهواء يعني وبعد كده يعني إحنا النهاردة دلوقتي بقى أكتر من 13 سنة 14 سنة شغالين أنا ومحمد في المجال دوت والحمد لله يعني أثبتنا مكانة في المجال بالاجتهاد وبالموعيد المحترمة والتمييز دوت عند العملة ولكن لكل عملة اللي تعاملت معهم يمكن في البعض منهم بقى لهم معي 10 سنين و8 سنين إن شاء الله الحمد لله يعني الحمد لله منورني يا سيد محمد منورك الله يخلي برضو عزيزي نتعرف بحضرتك أنا محمد حسن عبد الباصد بكروز نظم معلمات إدارية أنا ابتديت الموضوع من خلال بشمانس محمد خضر أول اللي أقول لأخذني في الأول موضوع ما كانش فيه دماغي بسراحة أول الشديني للموضوع هو دخلني للمجال ده بعد كده ابتديت أحبه ابتديت لنا خلاص هتوجه نفس المجال ده هيبقى بتاعي أول مجال ده اللي أنا هستمر بي فابتديت لنا أطور من نفسي نشوف إيه الجديد في المجال نقدر ندخله في السوق وإيه اللي نقدر نقدمه والخدمات اللي نقدر نقدمها عشان تطلع بشكل أحسن برضو تمام برضو أستاذ محمد من دمن الكلام اللي حضرتك بتقوله أن أنت حقريك حقوق تمام فطبعا أنت أخذت المجال هواية وعلى فكرة فيه ناس كتيرة جدا بتبقى الهواية عندهم يعني بتبقى أحسن من تكون متخصص يعني الخبرة مع مدار السنين بتكتسب خبرة أكتر أكيد طبعا جات لك الفكرة زي بقى أن أنت تشتغل في المجال الزجاج والله بص يعني الفكرة كانت في البداية جات من منطلقة الصدفة مش أكتر يعني كنت خريج وشاب وعايز أرتبط وأفتح بيت وأسره فكان الموضوع بالنسبة لي شغل شغل شريف شغل ده كويسة فيها رزق بتحقق ربح كويس ده كانت البداية وبعد كده طبعا من خلال الشغل لقيت نفسي أن أنا داخل في مجالات متعمقة شوية في مجالي علشان خاطر كنا بنقابل طبعا إدرات هندسية ومطلب من هنا موافقات وتصممات فإحنا برضو اعتمدنا على حاجات معمرية بعض البرامج المعمرية اللي بينا نشتغل عليها وننفذ عليها التصممات بتاعتنا تمام سيد محمد من أول حد عجب شغلك وشجعك على كي قالين أنت بتعمله هو أول حد عجب شغلي طبعا أنا لازم أعجب يعني أمسوط من شغل أنا بعمله واللي شجعني برضو زي ما قلت في شمارس محمد هو اللي حطاني على الخط ده وهو لما شافني لأ بقدي ولأنا ممكن أعمل حاجة كويسة هو اللي لا أكمل في المشوردة مشوردة كويس وزي ما احنا الحمد لله وصلنا اللي احنا فيه ده أنا من دمني برضو الحاجات اللي احنا شفنيها على البيتجي بتاعكم كمية ريفيوهات الناس كلها بتحترم مواعبكم بتحترم الشغل والقمات والماتيريا اللي أهم حاجة من ميزة الشركة عندكم المصدقية ما جرتوش ولا الربح أو المادة لأ أنت عندكم أهم حاجة المصدقية أهم من ناحية المادية من دمني الكلام بقى حضرتك من الناحية دي تحبيت المجال ولا مجرد ربح حضرتك تاخد منه ربح حضرتك وخلاص كان في الأول بالنسبة لي كان الموضوع موضوع ربح شغل بصر بيع نفسي على بيتي على أولادي لكن بعد كده حبيت الموضوع لأنه كان لازم يبقى لي بصمع لازم أكون مختلف عن الآخرين المجال فيه ناس كتير قوي موجودة فيه فأنا ميزت نفسي بعض الحاجات الحاجات دي هي اللي من شأنها أنا النهاردة زي ما قلت لحضرتك يمكن أنا أخطأت حتى في التأدير أنا من أعتبر من 2005 سنة في المجال دو من 2005؟ أنا أعتقد دواتي 16 سنة مثلا ده بالضبط تاريخي 31 أنا فاكر التاريخي يعني دخلت المهنة دي في 31.1.2005 إحنا بقى من ضمن الحاجات الفقهية اللي أنا عايزة أقول لحضرتك إن في ناس كتيرة حاولت تقلدك أو حابت إن هي تاخد التطش بتاعك لكن للأسف ما قدروش إيه بقى ليه؟ أنا عايزة أعرف والله المسألة في المقام الأول لازم أن تبقى نبع من الصدق الصدق في العمل يعني الإنسان لما يكون صادق في العمل بيقدي وبيضيف ودود بيبان وبينعكس من خلال العمل اللي الواحد بيتعامل معهم من خلال الصمرة صمرة الشغل فالحمد لله أنا النهاردة بشتغل وما ببصش لحد يعني أنا مش في دماغي أي حد منافس بدام المنافسة الشريفة دي دي حياة كويس لكن بالنسبة لي بنبصوا لقدام أنا ومحمد ماشيين الحمد لله بخطوات سابتة والحمد لله النهاردة يعني لينا شغل ولينا اسم في السوق الحمد لله بس التقليد برضي أستاذ محمد وحش إن أنا قلد واخد شغل حد وقلد وانسبه لي ده حد ذاته مش كويس ده طبعا ده بيسرق مجهود ده مجهود وتعب سنين ده بيسرق مجهود بتاعنا وبيسرق دراسة يعني إن الشغل اللي أنا عامله ده قبليه بيبقى فيه وقت تصميم وفي زين لازم بيتحط وفيه حاجات كتيرة أو بتتعمل فاللي هو اللي انت تعمله كل ده وتتعبف كل ده ويجي حد ياخد مجهودك مثلا أنا بحط الشغل بتاعي على السوشل ميديا على البيتش والكلام ده فبيتسرق وبتحط على بيجهات تانية فده طبعا يعني ده سرقة عالني دي ده سرقة عالني سرقة مجهود سرقة فكر سرقة حاجات كتيرة أو يعني أنت من دمني الكلام بتقولي الشغل بتاعكه بيحتاج مجهود ووقت كبير يعني كلمني بقى على النقطة دي بإزاي بقى بيحتاجه بصي هو في البدايات المجهود بنبتدي اللي أنا بقدم للعميل تصميم عن طريق برنامج اسمه سكيتشاب تصميم سري دي فالتصميم ده بياخد مننا وقت كتير اللي احنا بنقدم بنعمل كذا تصميم للعميل والعميل بيختار التصميم المناسب اللي هو ارتاح له وبعد كده بقى الوقت التاني اللي بناخده اللي هو التنفيذ تنفيذ وطبعا تنفيذ لازم يبقى دقيق وتنفيذ مشرف لنا يعني أكيد يعني الشغل اللي هو بيطلع بيختلف من وقت الآخر يعني مش كل حاجة بتبقى من نفس الوقت لا كل شغل اللي هو وقت حسب الكمية والحسب الشغل المطلوب فيه بياخد وقت كل شغل اللي هو وقت وليه تقدير وليه مد التنفيذ طيب برضه بالنسبة للأستاذ محمد أكتر حاجة بتتطلب منك في الشغل بص احنا الحمد لله يعني احنا النهاردة بعد المدة اللي اشتغلناها ديت احنا موفقين من فضل الله في مجالات كتير يعني احنا بنشتغل يعتبر بحكم ان شركة مؤولات بنشتغل في مجال المتالب بنشتغل في مجال الازاز الوجهات بنشتغل في مجال الكبان الشوار مؤخرا يعني مش مؤخرا أو يعني ممكن نقول من 2010 كده ظهر في مصر هنا في قطاعات بنسميها زيز فولدينج اللي هو الزي المنتبق ده حاليا عليه ترويج جامد جدا ودي ممكن نعتبر اكتر حاجة بتميزنا حاليا لان احنا الحمد لله مفضل الله يعني توصلنا ان احنا نستورد الحاجات ديت واحنا حاليا بنحاول نصميمها هنا في مصر يعني علشان خاطر برضو ان احنا ايه ما نبقاش دايما بنسعى ان احنا نجيب الحاجة من برا لان احنا حاليا الخطوة الحالية اللي احنا بنشتغل عليها ان احنا بالفعل يعني انا بعمل التصميمات حاليا بيتم سحبها من خلال شركات ألمونيوم واحنا بنشتغل لها بحيثنا هنبقاش محتاجين حاجة من برا ودي حاجة كويسة طبعا للبلد ان احنا نشتغل في حاجة من منتج بلدنا طبعا يعني دي الحاجات ديت اللي هي بتميزنا بالنسبة للشغل بتاعنا ودي الحاجة الاكتر في الشغل بالنسبة اللي هو شغل حالي حاليا بس طبعا يعني بيبقى فيه فروق في الاسعار يعني احنا بنشوف تاني شركات هو هو نفس الشكل ونفس التزاين بس بيبقى فيه فروق في الاسعار عايز اعرف مقامل حضرتك ببص حضرتك هو الفروق في الاسعار دي في المتاريال بتختلف في المتاريال فيه طبعا في السوق المصر زي ما احنا عارفين استيراد كله من الصين فيه درجة اولى فيه درجة تانية فيه درجة تالتة فكل الدرجة بيختلف فيها السعر انا احنا بالنسبة لها في شركتنا بنعتمد الدرجة الاولى عشان الدرجة الاولى دي في وشنا في المتريل اللي بتركب لازم تبقى درجة اولى عشان اركب لك حاجة كويسة تقعد معاك سنين وتقعد معاك العمر كله وفي الاول في الاخر تبقى في وشي علشان اركب لك حاجة كويسة برضو انت تقدر يتشكرينها تقدر يتقولينها لا الناس دي كويسة الناس دي نقدر نعتمد عليها الناس دي شغلها نظيف أوكي آه طبعا وبتختلف برضو يعني احنا شركة يعني شركة فيها عدد أفراد بتختلف من عدد أفراد من شركة تانية فيها فرد واحد أو كده يعني هو في الأول في الأخر الماتريال هو اللي بيحدد السعر لأنه عندنا درجة أولى ودرجة تانية ودرجة تالتة آه بس للأسف بقى العميل هو اللي بيتدبس بمعنى أصحب بمعنى أنه اللي عارف درجة أولى من درجة تانية من درجة تالت بس طب إحنا زي نعرف العميل إن هو يعرف الدرجات دي ازاي بص حضرتك يعني دلوقتي أنا بقول لي عميل كوتيشن بتاعه بعرض سعر هو بيقول لي أنا لأ أنا جالي كوتيشن تاني بسعر أقل أقول له حضرتك أنا بديك دمان مثلا على الشغل بتاعي خمس سنين وأنا بوصك إن الخمس سنين ده أنت مش تقول لي في مشكلة في الشغل فأنت بتدور على راحة ليك اللي أنت بيبقاش فيه مشاكل في الشغل ولا بتدور على سعر أقل هتخذ السعر الأقل بس أنت هتشتكي بعد كده أنا بديك السعر المناسب ليك اللي أنت يريحك تستفد منه بعد كده بش مهندس محمد أي مشروع بيبقى ليه سلبياته وإيجابياته ومشاكله طبعا وتبقى من المشاكل في بداية الطريب تبقى كتير إيه المشكلة أو المشاكل اللي وجدك في بداية مشروعك ده والله يمكن أنا المشكلة اللي قابلتني ده كان في أول حياتي يعتبر كان بعد مثلا سنة من الشغل وكنت بتايت بقى أشتغل ويبقى لي حساب في البنك وحاجات زي كده كان فيه مشكلة قابلتني كان فيه عندي عميل كان طالب سكايلايت بس بشكل محدد يعني محدد عايز أقولك أن أنا أخطأت في الشغل كله وعملته للمرة التانية دي كانت بالنسبة لي في أول طريق وفي أول شغل كانت حاجة صعبة جدا طبعا لكن أنا يعني اتعلمت من خلال الشغل أن الحاجة اللي مش هتضرني أكيد هتفيدني وكانت بالنسبة لي أنا سابورت قوي جدا أن أنا أكمل وأشتغل والحمد لله استفيد من الأخطاء دي واستفدت من أخطاء الحمد لله وده كان بالنسبة لنا هي البزرة اللي خليتني أكمل لحد وقتنا هذا لكن لو جالك دلوقتي أي ديزاين الحمد لله مفضل الله بص يا بشمهندس أي مشروع في البداية بيبقى صعب أنت داخل على مجال أنت حب ونفسك تكمل فيه بس برضو إيه عايز تستفاد من عايز خبر أكتر وتستفاد أو تشوف المجال دو تقرأ عنه أكتر فطبعا بتبقى إيه لسه في البداية لكن دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقى يعني احنا ننسك الخشب تتشود على الشركة والريفيوهات اللي عليها والعملة جدا مرتحين لمواعدكو مرتحين لشغلكو من دابن الحاجات اللي أنا أريهتها أني أنتو بترع ربنا قوي قوي في العميل ما بتحبوش تاخدوا قرش زيادة منه إلا ما يكون فعلا الخامة أو المنتج اللي أنتو هتدوله فعلا نستاهل طبعا دي يعني من الحاجات الحلوة جدا اللي عجبتني من الريفيوهات أنتو بترع ربنا الحمد لله العمل إزاي بقى بتختار حضرتك الشغل بتاحه بيقول لك أنا عايز أعمل دا ولا أنتو بتعوضوا معيهم بص حضرتك احنا عندنا بيجات زي ما قلت لك على الفيسبوك وعنستجرام وعلى تويتر وعلى كل التواصل الاجتماعي بنقدم الشغل بنقدم الشغل على الصفحة نخلال الصفحة فالزبون يعني بيخش بيشوف الشغل اللي هو عاوزوا مثلا محتاج شاور كابينة شاور محتاج هندريلا محتاج شبابيك ألمونيا أي حاجة محتاجها بيشوف النموذج دا عندي الأول في الصفحة بس أطع حضرتك الشغل بتاعك هو على الشاشة يعني يريد حضرتك والباشمهندس تعقبونا بقى عليه ايه الشغل الجميل دا بقى اه دا بص حضرتك طبعا كل المجل اهم حاجة البطة اللي فيه دا طبعا دي حاجات على السحل الشمالي طبعا الحمد لله يعني احنا توفقنا ان احنا نصم دي كانت شغل ألموتال عادي وده طبعا اللي قدام الشاشة دا وده إزيز فولدنج دا موجود في الشارع التسعين الشمالي تمام فيه كافيه معمول على شكل سفينة وده مفروض إزيز فولدنج حوالي دا يرميدور المدخل الرئيسي والبيبان الجانبية هيا الميزة في الفولدنج ان هو ما بيقاش ليه حواجز ما فيش عوائق لما بيتفتح بيخلي المكان كل اوبن مفتوحة دا رجعت لنا البطة تاني رجعت البطة تاني الشبابيك الابتال شبابيك دي مو بتدخلش سوت ولا حاجة شبابيك دي معمولة علشان الساحل علشان العوامل بتاعت الجو بتاعت الساحل فبعملا بمواصفات خاصة علشان العوامل بتاعت الجو بتاعت الجو ما تتضل محافظة عليها كل حاجة ليها حاجة ده سكاي لايت معمول برضو في التجمع في كومباوند وراء مكسيم معمول كان دي مفروض اريا عند العميل غير مستغلة بل كون الشمس بتغبط فيها غير مستغلة بالمرة فاحنا نفذنا له البرجولة ديت بسكاي لايت إزاز بحيث ان هو يبقى دايما شايف الجو من كل النواحي حتى السماء وفي نفس الوقت اريا اكتسبها ويقدر يكيفها يقعد فيها في كل اوات يقعد فيها في الشتاء بالنسبة له ديت حاجة يعني جميلة بالنسبة له اكستانشن جديد ده فندق موجود هنا في القاهرة ده هندريل مفروض ألمونيوم معالج برضو ضد الصدى الفندق كله معمول فيه اكتر من مثلا 500 متر طولي بالشكل دو هندريل ألمونيوم تمام فعدوا دي برضو السورة اللي بعدية لو صمع هندريل دي العاصمة الإدارية دي في حاجة في العاصمة الإدارية ده مبنى خدمينا شغل أكتر من 60 يوم عمل متواصل كان تحدي بقى يعني وكان تحدي بالنسبة لنا بيش حدي بيخش المدينة الإدارية لما يكون موصوك منه على فكرة فلا، إذا هو الشغل ده بالذلك كانت تحدي لنا إليانا لقبلنا 6 شركات عشان تقوم بالشغل ده لأ بقول حضرتك فالحمد لله إحنا قدرنا ننفذ ونقوم بالشغل ده ده الفولدين جنبش مهندس محمد كان بيوريه للعميل كان بيوريه له بيوريه له السيستم بتاعه ماشي ازاي ونظامه ماشي ازاي عشان خطر يقدر يتعامل معاه بعد كده وهو سيستم لو حضرتك شفتي هتليه سلس جدا وبسيط جدا جميل جدا وأجمل ما فيه أنه هو عازل للطراب وعازل للصوت وفي نفس الوقت طبعا في حالة الـ open بيديك الإرية كلها مفتوحة بدون أي عواق لا يعني بيستم لو ماشاء الله للشغل روعة ده دي أكاسيا مارسعلم فندوق أكاسيا مارسعلم ده الوجهات بقى معظم وجهات بتاعت شغلنا وإحنا الحمد لله أي صورة على البيج أو أي عمل على البيج ده بتاعنا يعني إحنا بمجيبش صور من بره يعني كل الصور دي شغلنا إحنا قمنا بتنفيذها يعني وده حاجات قوليلا جدا على الفكرة أنا عايز أقولك يعني الحاجات اللي موجودة هنا طبعا في نبزع عن شغلوك وإحنا لما دخلنا على البيج بتاعكم وليقينا عشرات الألاف من الصور وفيه شغل تاني وتاني بس صراحة يعني الشغل بتاعكم من أول واحدة نعرف أنتم فعلا الفينيش والقامات والمتارية كويسة جدا بش مهندس برضو أرجع برضو للسؤال بتاع أستاذ محمد بس عايزة استفادة من حضرتك لما بيجي لك عميل يقولك أنا عايز أشطب شقتي بالشبابيك بالبيبان وكده بيقولك اعملي كذا وكذا ولا أنت حضرتك بتكترح عليه أو بتيعمله زي ديزاين كده تخيلي بتقوله هيبقى كذا وكذا وكذا بص حضرتك أنا بقى بالحالتين الحالة الأولانية بيبقى في مرحلة البداية وهو الأونر ما معهوش حد هو بيشطبه فبيكلم معايا وعايز مني اقتراحات ففي الحالة ديت أن احنا بنقوم بمرحلة التصميمات اللي المهندس محمد تكلم عليها بحيث أن دايما التصميمات بتاعتنا تتماشى مع سيمترية المكان وشكله لأنه واحد ديكورية جمالية تبقى متناسبة كلها مع بعض دي ناحية الناحية التانية لو هو العميل عامل انترور للمكان ومع تصميماته ومع شغله اللي أنا بنفذ له عليها زي ما هو عايز حتى لو هو جابها من نت حتى لو هو جابها من نت أنا بحاول أن نفذها له وبدها له على أكبر قدر مما يكون من الصورة اللي هي عجبته واللي هو عايزها سيد الحمد يشتعل كل محافظات؟ طبعا يشتعل في شرم الشيغة غرداء سكندرية جميع المحافظات والسعر هو هو نفس السعر بتاع القاهرة يعني يبدلهم السعر هو هو نفس السعر القاهرة بيختلف بس النقل يعني ممكن النقل بزاوده على كوتيشان بس لكن الأسعار بتاعة المحافظات هي بتاعتي القاهرة التواصل مع الشركة ازاي بش مهندس؟ برضو زي ما قلنا لحضراتك احنا في عندنا يعني عامل العمر اللي احنا اشتغلناه دوت ده بيخلي عندنا برضو سابقة عند المهندسين اللي احنا بنتعامل معهم زي ما تقولي كده مثلا عميل بيسلمنا العميل يعني ديت في حد ذاتها بتبقى المصدقية بتاعتنا اللي احنا بنقدر نحققها بالنسبة للبيتجاب بتاعتنا اللي موجودة البيتجاب ديت اللي من خلالها بيوصل لنا اي حد بيعمل سيرش مثلا على اي حاجة عايزها الحمد لله فيه ميرور جلس بيطلع عنده او ام جروب بيوصل عنده من خلال البيتجاب ديت بيوصل لنا فديت حاجة سهلة جدا بالنسبة لأي عميل انه هو يوصل لنا سهلة يعني الحمد لله من خلال جوجل او من خلال فيسبوك اللي يشوف الحلقة يقدر ان هو يوصل لكم كتير من لنا بيعيني اللي بيشوفه على السوشيال ميديا مش هو اللي بيوصله اللي يبنبن بقى للعميل اللي هيشوفه على السوشيال ميديا في شركتك هو اللي هيوصله بص حضرتك زي ما قلت لك احنا من نزلش صورة او اي شغل لنا غير ما يكون احنا عاملينه فانا العميل لو جاب صورة من على البيتجة عندي وقال لي عاوز اياها انا اضمن 100% لو هطلع نفس الشكل ونفس المتارية ونفس كل حاجة ونفس الجودة لو هو بقى جاب صورة او جاب عمل او جاب شغل من برا وانا مش عندي احنا بندرس الموضوع ده تمام ونقول للعميل ده هطلع بنسبة 90% 95% 100% في بس معين مدخلة فشمهندس محمد الو الو مساء النور يا فانو زي حضرتك الله يخليكي فانو اه استاذ محمد معينا اه انا حبيت بس مبدايا اشكر البشمهندس محمد خدر والبشمهندس محمد حزن على شؤولهم شكرا 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 وعلى احترامهم للمواعدهم وعلى شؤولهم الشيك والمحترام اه ده مبدايا تاني حاجة انا ضرعا تواصلت معهم عن طريق اه بالبيتج بتاعتهم امي جروب على الفيسبوك والناس طوتوا معي سريع من صراحة وما كانش عندي خفية عموما عن الجروات والشغل اللي موجود الناس واتوا معي بتصديد الفقادي وامل شغل محترم جدا شكرا 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 اشكرك اشكرك يا استاذ محمد اه طبعا دي شهادة الواحد يعتذي بيها انه يرفع سمات التليفون ويوجه ليكو شكر وتقدير فيعني دي حاجة كبيرة جدا الحمد لله الحمد لله اه وستاذ محمد اه في السريع كده انا عايزة نصيحة لكل واحد نفسه ويشتغل في مجال حضرتك والله انا كنت احب اقول نصيحة بس اللي اجمل من نصيحة ان انا اقول اياه قرآنية باسم الاحمر رحيم وفي السماء رسكوكم وما تبعدون الاية صدقة العظيم الاية دي انا احب اذكر بها كل شاب انه هو طول ما هو بيكتهد وبيعمل اللي عليه ربنا سبحانه وتعالى يوقف جنبه حتى لو ما كانش ليه اي ملكات لاي حاجة هو كل مطلوب منه انه هو يكتهد اي شاب انا بوجه له الرسالة دي انه يكتهد ويبزل اللي عليه وان شاء الله باذن الله ربنا هيفجأه بعطاءه عطاء اكتر مما يتخيل ولكل مكتهد نصيح وبعدما انتو حابين المجال هتحققوا فيه نجاح وتفوق اكتر واكتر وانتو لسه شاباء بيعني قدامكم ان شاء الله العمر المديد باذن الله طبعا انا الحلقة بتاعتي جرت بسرعة ونفسي انتو مش عايزين حلقة اولا اتنين احنا عايزين حلقات علشان لجلب نتكلم ربنا يخليك ربنا عايزك اشان نتكلم عن شركة ام للجروب والتشتبات فطبعا انا بالنسبالي الحلقة مرة هوى فان شاء الله ننين حلقات اكتر واكتر ان شاء الله بإذن الله اشكرك اشكرك شرف لنا ان شاء الله شرف لنا وبكده نكون هنا فقرتنا الاولى وانتظرونا فقرة تانية من برنامج اصرحية